يعني هذا المشهد هنا في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية في عقاب اقتحام قوات كبيرة جدا صلاحة للبلدة قوات راجلة وصلت إلى منزل عائلة منفذ العملية هذا المنزل الذي نشاهده في هذه اللحظات دخلته قوات راجلة وأطبقت الحصار من خلال دوريات عسكرية وحدات اليمام القناص على أسطح المنازل وبدأوا بعمليات الاستجواب والتحقيقات للتو أنهيت مقابلة قبل قليل مع والد الشهيد ضياء حمارشة وهو أحمد حمارشة قال لنا بأن جيش الاحتلال تعمد الإرهاب والترهيب والعنف وكذلك أيضا الضغط النفسي على العائلة بهدف التحقيقات الميدانية والاستجواب اعتقل خمسة من أبناء العائلة قبل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة من بينهم شقيق المنفذ وهو يزن حمارشة من هذا المكان وانهالوا عليه بالصراخ والصياح لمحاولة الإجابة عن كافة التساؤلات التي كانت يلقيها ويطرحها ضباط الشباك والمخابرات في هذه المنطقة وعشرات الفلسطينيين تجمهروا إلى هذه المنطقة حيث يؤازرون العائلة في هذا المصاب من عملية الاقتحام النسوة تم جمعهم داخل منزل واحد وبين معهم أطفال وتعرضوا لسلسلة من العقاب الجماعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا صراح خلال عملية الاقتحام قام بعملية تحفير وأخذ ومعاينة قياسات المنزل تمهيدا لعملية الهدم مرارا وتكرارا خلال الاقتحام كان يهدد ضابط وقائد المنطقة الذي وصل إلى هذه النقطة والد الشهيد ضياء حمارشة بعملية الهدم الفوري تؤكد العائلة أن ما يحدث هو جزء من العقاب الجماعي في مدن الضفة الغربية بلغت حالات الاعتقال 31 حالة اعتقال في الضفة الغربية في مقيم بلاطة كانت هناك اعتقال للطفل محمود سناكرا بصورة وحشية أمام مرأة أسرته وانهال عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب هذا يأتي طبعا في إطار وضع أربع كتائب إضافية من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقبل قليل صراح قبل أن نكون على الهواء ورد بلاغ بأن هناك اشتباه بعملية طعن في مدينة القدس لكن تبين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص وأصاب شابين فلسطينيين في أحد أسواق مدينة القدس تحديدا في الجزء الغربي منها بزعم أنهم رفضوا الامتتال لها وسائل الإعلام الإسرائيلية تزيد من تعقيد الأمور خاصة وأنها تتحدث عن عمليات طعن وأن الموضوع لم يتجاوز عن مشاجر ما بين أشعاب بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات المستوطنين لم تتوقف الليلة الماضية في بلدة عصيرة القبلية هاجموا منزل وأحرقوا سيارة فلسطينية اعتداءات برشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة بصوب المنازل في بورين وكذلك أيضا في قريوت وأصيب مواطن فلسطيني في منطقة شمال غرب مدينة نابلس بالقرب من حاجز شافي شامرون وبالتأكيد هذا مشهد يزيد من تعقيد الأمور في الضفة الغربية خاصة بعد جولات سياسية كانت خلال الفترة الماضية